السلام عليكم النهاردة بقى ان شاء الله هنبتدي نخلص شابتر النفط وصناعة البترولية على آخر انتاج من المواد البترو كيموية من غاز التصنيع غاز التصنيع احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت اتكلمنا على انتاجه للميسانول وبعد كده انتاجه للفورمال ضايد وتطبيقات استخدامات الفورمال ضايد وبعد كده انتاجه للأمونيا النهاردة بقى هناخده لانتاجه المركب اللي هو الاسايل اكسانول وده بنستخدمه في صناعات متعددة وده مبارا عن بناخد غاز التصنيع زي ما احنا شايفين وينفعله مع البروبين فاتينا البوتالولدهايد والاثنين منه يدفعلوا مع بعض ودوني الاسايل اكسانول هنفعل من كده بس لا هناخد غاز التصنيع او الميسان سوري هناخد الميسان ولو فعلناه في وفرة من اكسجين يديني كربون وكربون ده احنا مهتاجينه في صناعات الإطارات وفي صناعات الأحبار والاستوانات والورق صناعات متعددة الكربون عشان يستحمل دقات الحرارة العالية عشان بيقوم حرارة الاتحكاك في الكويتش ده استخدام مهم للميسان نوف عندي كده وبس في استخدام الأخير للميسان اللي احنا بنقدر نحوله للأسيتلين باستخدامنا طبعا نوات التسخين بيتم تحت ضغط ويديني الأسيتلين اللي بنستخدمه في اللحام ومش عايز اقول لكم الأسيتلين استخدمناه كمان في صناعة بعض الموالكابات البترولمية اللي حذكرناها قبل كده كده يا جماعة انا بشكركم على استماعكم وارجو لنا اكون وفقت في نقل المعلومات المهمة لنا كان نفسا نقلها في شابتر المنتجات البترولية وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم بيا ونتقابل ان شاء الله في الشطر التاني اللي هو البوليمرات